السلام عليكم ورحمة الله لم يكن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضى بالأمر الهيئن بل كان بمثابة صدمة لليهود كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود ومن أعلم اليهود بعلم الكتاب وكان له كلمة مسموعة بين اليهود فعمد رؤوس اليهود إلى عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فآذوهم فأنزل الله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم هؤلاء الفاسقون ما دمتم مستمسكين بدينكم إلا أذى ومعنى أذى الضرر يسير مما يؤذي أسماعكم من أرفاض الشرك والكفر والسب والسخرية ومحاولة إلقاء الشبهات بين المسلمين وذاك من لطف الله بعباده المؤمنين إذ رد كيد القثرة الفاسقة من أهل الكتاب في نحورهم فليس على المؤمنين منهم ضرر بالغ في دينهم ولا أبدانهم ولكن هل هذا النفي من الضرر على وجه العموم أم أنه مشروط؟ بالتأكيد هو مشروط بمحافظة الأمة الإسلامية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فهما شرطان لخيرية الأمة ولعزة الأمة ولنصرة الأمة فإن يقاتلوكم وأنتم على هذا الحال أمدكم الله بنصره وألقى في قلوبهم الرعب فيهزموا ويهربوا مولين الأدبار ويفرون فرارا شديدا بذعر وهلع وقد يتبادر للذهن أنهم يولون الأدبار من باب المقرب المسلمين أو إنحيازا لجماعة أخرى ثم يعاود الهجوم على المسلمين فنفى الله ذلك ثم لا ينصرون أبدا عليكم بأي حال ولا هم ينصرون في أي وقت من الأوقات والمتأمل في الصراع الشديد بين المسلمين واليهود في العصور الأولى يتأكد ويتيقن من صدق وعد الله فكان للمسلمين النصر المبين على يهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود بني كريضة ويهود خيبر فإن قال قائل إنما نراه الآن أن اليهود قد انتصروا على المسلمين وأقاموا لهم دولة فهل يخلف وعد الله نقول له مستعينين بالله إن وعد الله لا يخلف أبدا وقد حققه الله سبحانه وتعالى لأسلافنا الصالحين الذين آمنوا بالله حق الإيمان ولكن المسلمين في هذا العصر هم الذين تغيرت أحوالهم فقد فرتوا في دينهم وأضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتفرقوا شيعا وأحزابا ولم يأخذوا بأسباب النصر فلما فعلوا ذلك تبدل حالهم من الخير إلى الشر ومن القوة إلى الضعف وصلت الله عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم لأنه سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فاللهم ردنا إليك ردا جميلا جزاكم الله خيرا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ترجمة نانسي قنقر